استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب مواطن آخر في منطقة بئر السبع بالداخل الفلسطيني المحتل برصاص قوات الاحتلال بعد أسبوعين من الهبة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلية هبت السياسة الأمريكية وقرر وزير الخارجية جون كيري إجراء محادثات مع رئيس الوزراء السهيوني بن يمين نيتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعادة الجسور المقطوعة بينهما بهدف إخماد الهبة الشعبية الفلسطينية ومنعها من التحول إلى انتفاضة ثالثة الاحتلال الإسرائيلي واصل سياسة القمع وكثفت قواته عمليات الاعتقال والمداهمات كان أبرزها في الخليل بدوره ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق شؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن طيران الاحتلال أطلق في 11 أكتوبر عدة صواريخ استهدفت مواقع تدريب عسكري للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة ما أدى إلى تدمير منزل مجاور وإلحاق أضرار بمنزل آخر وأصفرع مقتل امرأة حامل وابنتها ذي الثلاثة أعوام وإصابة آخرين وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية فجرت منزلين فلسطينيين وأغلقت جزئيا منزلا ثالثا جميعها في القدس الشرقية مما أدى إلى تهجير ثلاثين فلسطينيا من بينهم عشرون طفلا وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية تكثف وجودها وتطبق إجراءات تفتيش صارمة عند حواجز الدفة الغربية لافتا إلى أن هذا الأسبوع سجل ثماني هجمات على الأقل نفذها مستوطنون أدت إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم مقارنة بالتسع والعشرين هجم خلال الفترة التي شملها التقرير السابق وتشمل الهجمات إطلاق النار والاعتداء بالضرب وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة عشر فلسطينيا من بينهم ثلاثة أطفال